يعني شوه أستاذ إبراهيم المباراة التي تخصنا المباراة التي تخصنا يعني عمت فيها الأفراح انتصارات مدوية في تينس الطولة يتحقق فيها أكثر من انتصار له معنا السيمي فينال في السيدات كان بين الأسطورة دينا مشرف والمعجزة الصاعدة هنجودة واستطاعت ابنة الأربعة عشر عاما في مباراة ملحمية ساذ إبراهيم تبعتها عبر وسائل التواصل خلصت أربعة ثلاثة في نتيجة متقربة جدا في كل الأشواط معدى شوطين استطاعت هنجودة أنها تصعد إلى النهائي على حساب سطورة تينس الطولة المصرية دينا مشرف لتلاقي المصنفة الأولى إفريقيا النجيرية فاطيمة أعتقد اسمها فاطيمة فاطيمة بيلو وتكتسحها أربعة صفر وكأن الرسالة أن الفاينال قد لعب في المباراة السابقة بين المصريتين هنجودة تكون بهذا الانتصار أصغر من استطاع الفوز بهذه البطولة وترتبها يعني مؤكد صفة يتقدم بشكل واضح في التصنيف العالمي فاطيمة كمان كانت اتأهلت على حساب مريم الهضيبي يعني الثلاثة من بنات الأهل كانوا موجودين في السم فاينة وما كانش صح أن هي تطلع على الثلاث بنات عمر عسر ابننا الذي أبهرنا في الدارة الأولمبية السابقة واستطاع أن يحصل على المركز الرابع وخسر من المصنف الأول عالمياً في مبرامة الحمية أيضاً استطاع أن يواصل انتصاراته دون أن يخسر الشوطن في المبرامة لأ في السم فاينة ولكن استطاع وهو المصنف رقم عشرين أن يفوز على المصنف رقم عشرة الناجيري أرون كوادري أرون كوادري في مبرامة الحمية أربعة ثلاثة قيل أن الشوط الحاسم أصيب فيه اللاعب الناجيري ولكن كانت المبرامة سجالاً بدليل أنهم كانوا ثلاثة ثلاثة بلعبوا شوط فاصل بهذه النتيجة يسيطر المصريون على أجواء المصابقة الإقليمية في ناجيريا ناجيريا اللعبة تكاد تكون الشعبية الأولى في ناجيريا هي تنص طول وإنما المفارقة أن الاتحاد الإفريقي أصر أن اللي يلعب في كاس الأمم الأفريقية ما يلعبش مع النادي بتاعه في البطولة الأفريقية فطبعاً ما كانش موك الأهلي تشوف كل أبطاله تكون المصنفة إفريقياً بتلعب بإسمه مصر فليكن